في إطار الاستعدادات لبدء العمليات التشغيلية في مبنى المسافرين الجديد في مطار البحرين الدولي أجرت شركة مطار البحرين تجربة إخلاء كامل في مبنى بالتعاون مع شركائها وتم استكمالها بنجاح إذ أظهرت التجربة مدى جهزية جميع الجهات ذات العلاقة للتعامل مع أي سيناريو أزمة بكفاءة وفعالية تمرين هام وإلزامي على جميع المطارات ودور بالغ الأهمية في تحسين مستويات السلامة من خلال اختبار جميع خدمات الطوارئ والإنقاذ في مطار البحرين الدولي للوقوف على مدى جهزية وفعالية خدمات الطوارئ والإنقاذ انطلق انذار الحريق في سيناريو الأزمة الوهمية والذي جسد اندلاع حريق في قرفة اجتماعات خدمات مناولة الأمتعة ومن ثم تم تفعيل انذار الإخلاء وسارعت فرق شركة مطار البحرين ووزارة الداخلية والإسعاف الوطني والدفاع المدني باتخاذ إجراءات منسقة بإناية لإخلاء جميع المسافرين والموظفين المشاركين في التمرين من مبنى المسافرين الجديد وقد تضمن سيناريو التجربة ألف مشارك وسيارتين للإسعاف الوطني وثلاث سيارات إطفاء تابعة للدفاع المدني بوزارة الداخلية ويشكل هذا التمرين فرصة ممتازة لتقييم إجراءات الطوارئ وفعالية الجهود التنسيقية في المطار قبل نقل العمليات التشغيلية إلى مبنى المسافرين الجديد في الثامن والعشرين من يناير الجاري كما أكدت التجربة أن جميع الأطراف ذات العلاقة بالمطار مستعدة تماما للتعامل مع أي حوادث محتملة ببراءة